قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن وفوداً أمريكية عدة جاءت إلى رامالله في الفترة الماضية لمناقشة أفكار متعلقة بمرحلة ما بعد الحرب على غزة وأكد اشتية في حديث لوكالة بلومبرغ أن هذه الأفكار نقشت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مضحاً أن الأولوية هي لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات وأن أي جهد سياسي يجب أن يقود إلى حل الدولتين وقال اشتية إن هدف إسرائيل القضاء على حماس غير واقعي وإن انضمام حماس لمنظمة التحرير الفلسطينية أمر ممكن في حال التزمت بالبرنامج السياسي للمنظمة كما تطرق رئيس الوزراء الفلسطيني إلى جهود تقوم بها دول عربية منها قطر لحشد المساعدات الإغاثية لغزة وأيضاً لدعم السلطة الفلسطينية مالياً